الموت ما بيفرقش بين اي حد لكن اللي يفرق في الموت هي النهايات والنهاردة 3 قصص عن 3 نهايات غير عادية ناس انتهت حياتهم بطرق انت ما تتوقعهاش ومع جزء جديد في السلسلة دي وجاهز مشاريبك وطف نورك وحط سماعاتك علشان نبتدي الحلقة عاملين ايه يا جماعة رب تكونوا بألف خير دايما لو خدت قارب من مدينة ايبردن في اسكتلندا وابحرت بيه في اتجاه الشرق بعد حوالي 7 ساعات تقريبا على حسب صرعتك وعلى حسب حالة الطقس هتشوف الهيكل المعدني الضخم ده اللي من صنع الانسان في بحر الشمال المبنى ده مرفوع على ركائز معدنية ارتفاعها 30 متر عن سطح البحر وبيطلق على المبنى ده اسم ماجلان وهو عبارة عن منصة نفط بحرية ضخمة جدا وهتفضل المنصة دي كده في مكانها لحد ما تشفط كل البترول الموجود تحتها في قاع البحر العمال اللي بيشتغلوا الاسابيع او لشهور في منصات النفط دي زي منصة ماجلان بيطلق عليهم اسم رافناكس وده لو ترجمته بالعربي يعني الخشنين اللي هو جامع خشن ليه العمال دول بيتسموا بالخشنين؟ لانهم بيشتغلوا وظيفة من اخطر الوظايف في العالم اما كانش هي فعلا اخطرهم الاسطح الخارجية المعدنية اللي هم اشغالين عليها بتكون دايما ملساء يا اما بسبب مية البحر او بسبب زيت البترول يعني خطر جدا ممكن اي حد فيهم يتزحلق ويوع من على ارتفاع 60 متر ولو انت مستهون بال60 متر فده تقريبا ارتفاع عمارة من 18 دور ولو انت على الجزء الاعلى من المنصة ووقعت على الجزء الاسفل فده الصراحة هيبقى سقوط قاتل اما بقى لو فيه عصفة او ريح شديدة ووقعت في المحيط على طول فده برضو هيبقى موت خد كمان في اعتبارك ان النفط الخام اللي بينقب عنه العمال مادة قابلة للاشتعال والحرائق دي بتبقى مصدر قلق كبير جدا للي شغالين على المنصة وفيه كمان اخطاء هندسية ممكن تتسبب في انفجار المنصة واشتعالها عمتا المنصات او الحفرات دي بتبقى عاملة احتياطات سلامة كتير جدا لكن وارد جدا ان يحصل اي حادث ولو انت عامل او مهندس وقريب من مكان الحادث يهيبقى مصيرك الموت او التشوه على الرغم من سلبيات العمل على المنصات دي لكن المرتبات عليها بتكون عالية جدا في سنة 2000 قب عند 41 سنة اسمه جوردون موفيت كان شغال على الحفار ماجلان كانت وظيفته الاساسية هي اعمال الصيانة الحفارات البحرية دي بتكون شغالة 24 ساعة لكن عادة بتحصل شوية اعطال شركة البترول لو تعطلت بس شوية عن استخراج النفط فده بيعمل لهم خسار كبيرة فلو انت شغال على حفار من دول وحصل عطل ووقف الحفار لازم الحفار يتصلح فورا سواء العطل حصل بالليل او بالنهار او الجو جميل او فيه عواصف كل ده مش مهم المهم العطل يتصلح فورا في ليلة 9 اكتوبر من السنة دي اللي هي سنة 2000 كان جوردون على الحفار وجات له مكالمة على جهاز اللاسلك بتاعه علشان فيه مشكلة ولازم تتحل بسرعة جوردون من العمال الادام في المهنة ومتعود تجيله المكالمات دي حتى لو في الفجر فزي كل مرة بتحصل مشكلة لم شنطة العدة بتاعته راح يشوف فيه ايه وصل للسطح العلوي من الحفار والجزء ده عبارة عن منصة معدنية وفيها فتحة كبيرة في النص والفتحة دي اللي بيمر فيها المثقاب بتاع الحفر في طريقه القاع البحر جوردون قابل زميله في العمل وسألهم ايه المشكلة فقالوله ان الكابلات اللي موجودة تحت السطح الرئيسي محتاجة الصيانة الكابلات اللي تحت السطح دي ماينفعش يتعمل لها الصيانة من فوق علشان جوردون يوصل للكابلات اللي تحت دي هيحتاج ياخد المصعد وينزل للطبق الاسفل في الحفار ومن الطبق اللي تحت ده العمال الموجودين في الطبق العلوي على السطح الرئيسي هينزلوله حزام متوصل بسلكة او بواير طويل والسلكة او الواير ده بينزل من فوق من فتحة في أرضية السطح الرئيسي وبتتسمى الفتحة دي باسم ماوس هول أو راد هول يعني بالعرب اسمها فتحة أوثق بالفار الفتحة دي بيبقى قطرها 10 بوصة يعني 25 سنتيمتر المهم بعد ما بينزلوله الحزام المربوط بالسلك في الفتحة دي أول ما بيوصلوا الحزام ده تحت بيربطوا حاولين نفسه وبعد كده بيدي إشارة التمام للعمال الموجودين على السطح الرئيسي علشان يرفعوه فهم بيشوفوا من فوق من الفتحة الصغيرة دي وهو بيديهم الإشارة وهم بعد كده بيشاوروا للعامل اللي شغال على الوينش علشان يسحب السلك ويرفعه العامل اللي شغال على الوينش فوق ده استحال أنه يشوف جوردن فالعامل اللي شغال على الوينش بيعتمد على العمال اللي شغالين على السطح وهما اللي بيوجهوه هما اللي بيقولوله اطلع بالسلكة وانزل بالسلكة واثبت مكانك لكن الشخص اللي هو بيرفعه بالوينش من الدور اللي تحت اللي هو جوردون ما بيشوفوش ابدا بمجرد ما جوردون ادأ شرط التمام للعمال الموجودين على السطح فراحوا هم كمان مديين الاشارة للعامل اللي شغال على الوينش علشان يرفعه لحد ما جوردون اترفع لفوق ووصل لاسفل السطح الرئيسي لحد تقريبا ما بقى على بعد 3 متر اسفل السطح وبعد كده طلب من العمال انهم يثبتوه على الارتفاع ده فراحوا هم مشاورين لعامل الوينش علشان يقف على كده وبعد كده ابتدى جوردون يعمل الصيانة للكابلات وكان اصعب حاجة في الوقت ده انه يثبت نفسه هو متشعلق في الهواء لان كان فيه ريح شديدة وكل شوية كانت عملت مرجحه لكن عادي هو متعود على كده وفي النهاية صلح الكابلات وخلها تمام فبدأ يشاور للعمال اللي فوقيه من خلال فتحة اوسوك بالفار انه خلاص خلص شغله والمفروض هم كده يشاوروا للعامل اللي شغال على الوينش علشان ينزله فالعامل اللي شغال على الوينش ادهم اشارة التمام انه هينزله لكن العامل اللي شغال على الوينش نسي يبدل اتجاه الرفع المفروض انه يبدلها ويخليها تنزل جوردون تحت لكنه نسي يبدلها والبكرة بتاعت الوينش بدل ما بتخرج السلك بقت بتسحبه وبتسحب معها جوردون على فوق الوينش ده سرعته مش كبيرة يعني جوردون ما طلعش الفوق مرة واحدة زي السرور لا ده بقى بيطلع بسرعة هادية العمال اللي وقفين فوق فتحة الفار شايفين جوردون وهو عمال يطلع لفوق فرحوا مصرخين على العامل اللي شغل على الرفعة ستاب ستاب وقف وقف لكن تقريبا العامل اللي شغل على الرفعة بعد ما شغلها كان بيبص في اتجاه تاني او دماغه كانت في اللالالند هو بالنسبة له الشغل ده شغل روتيني وبيعمله كتير فتقريبا هو ما كانش متوقع يحصل اي مشاكل فعلشان كده ما كانش منتبه للعمال اللي كانوا وقفين على السطر والتانيين عملين يشاوروا ليه ويسرخوا علشان يوقف الوينش وهو ولا هنا واللي نايل الوضع اكتر ان الجو في اليوم ده كان عاصف وكان فيه رياح شديدة وكان صوت الرياح دي عالي فهو ما كانش سامع سريخ العمال علشان كده فضلت الرفعة ترفع جوردون على فوق وجوردون لها نفسه بيترفع لفوق في اتجاه فتحة الفار جوردون مش هيقدر يفك حزام الامان اللي عليه وهو متشعلق فوق الحزام ده ما بيتفكش غير لما يكون واقف على الارض تحت وبعدين حتى لو فكه هيوقع على ارتفاع 30 متر يعني هينزل ميت ولو فضل في مكانه هيفضل يتسحب لفوق لحد ما يتسحك في السقل والفتحة بتاعة الفار عرضها 25 سنط مش هتعدي جسمه فكان باين ان مفيش قدامه اي مهرب من الموقف ده بعد كام ثانية وهو بيطلع لفوق ابتدى يدرك مصيره المرعب ففضل يسرخ جامد وهو مرعوب على العمال اللي فوقه ويقول لهم وقفوني وقفوني وهما يسمعوا صريخه ويسرخوا على عامل الوينش وصاحبنا ده ولا في الدماغ تقريبا كان بيتأمل في السماء فلما الراجل ده لقوه في الضياع ومش سامعهم ولا شايفهم قالوا لازم نعمل حاجة مختلفة علشان نلفت انتباهه فواحد من العمال جري من مكانه على اقرب تليفون داخلي واتصل بيه على التليفون الداخلي الموجود في الكابينة بتاعة عامل الوينش وهو لسه كل ده مش منتبه لحد ما التليفون رن عنده في الكابينة وسمع في التليفون السرخة اللي ضربت في ودانه وقف الوينش هنا بقى ابتدى يصحى من الغيبوبة اللي كان فيها ايه فيه ايه ايه اللي حصل لكن عقبال ما خد باله وقف الوينش كان فات القوان قبل اللحظات قليلة من وقوف الوينش جوردون كان عمال يتسحب للسقف وكان شايف فتحة الفار وهو بيقرب عليها فرحم خلي جسمه في وضع عمودي على اساس ان الجزء العلوي من جسمه ممكن يعد من الفتحة هو يعني تفكيره كده انه ممكن يعد بجسمه من الفتحة هو عارف انه هتحصل له اضرار مميتة بس هو بيحاول يقلل من الاضرار دي على قد ما يقدر لكن الحزام اللي كان لفف على وسطه كان صعب يخليه ثبت نفسه في وضع عمودي ما كانش قدامه غير انه يبقى سايب جسمه في وضع افكة وهو عمال يبص للسطح وهو بيقرب عليه ودماغه خلاص قربت تدخل في فتحة الفار لحد ما قدل الاثنين لمست السطح في الوضع ده حطي ايده على السطح وبدأ يدفع جسمه لتحت في محاولة يقسة منه انه يقوم سحب الرفع ويمنع نفسه انه يدخل في الحفرة دي لكن للأسف مفيش حاجة بأيديه يقدر يعملها لحد ما الحط بتاعه اتسحق جوه الفتحة دي وبدأ جسمه خلاص يتقسم المرصين وكان عمال يسرخ من الالم في اللحظة دي اللي عامل الوينش كان وقف الرفع كان جوردون خلاص مات وكان جزء من جزعه خرج من فتحة الفار الشركة المالكة للحفار دفعت غرامة 60 الف جنيس ترليني بسبب تأثيرهم في اجراءات السلامة ودفعوا مبلغ تعويد لعائلة جوردون لكن قسرة جوردون ما قالوش المبلغ كان كام في شهر اكتوبر سنة 1994 رجل في منتصف العمر اسمه ايفين كان عايش في دولة استونيا وهي دولة صغيرة في شمال شرق اوروبا بالقرب من روسيا الرجل ده كان عايش في بلدة فمقاطعة اسمها تاميكو رغم ان الراجل ده كان عايش سنين وسط الغابات دي بس ما كانش بيدخل مسافات طويلة جواها هو البيت بتاعه كان جنب الغابات دي وهو شايفها لكنه ما كانش بيدخلها غير لما بيكون بيدور على الحطب ولما بيعوز حطب كان بيقطع من الاشجار اللي على اول الغابة بس لكن عمره مفكر يدخل مسافة كبيرة جواها علشان مثلا يستكشفها المهم في اليوم ده من شهر اكتوبر كان بيدور على حطب كويس بس ما كانش لقيه فقرر انه يدخل بعمق في الغابة يمكن يلاقي حطب كويس فبدأ يدخل جوا الغابة دي لحد ما البلدة اختفت من ورى ظهره وتقريبا هو انبسط قوي من دخول الغابة فقالك لما دخل جوا اكتر واستكشف واستمتع بالطبيعة مش مهم الحطب دلوقتي فدل ماشي جوا الغابة وهو مبسوط وعمالي غوط اكتر واكتر جواه لمدة ساعة تقريبا هو ماشي ومش عارف هو رايح فين فجأة لها نفسه دخل في مساحة خالية من الاشجار هو عمره في حياته ما وصل للعمق ده في الغابة فما كانش عنده فكرة ايه المكان ده بس الفضول كان واكله علشان يستكشفه فدل يمشي قدام شوية لحد ما اكتشف ان المساحة الخالية دي من الاشجار حوالها صور او سياج معدني لما قرب من الصور ده ابتدت هنا الرؤية توضحه على الجانب التاني من الصور كان فيه مبنى ضخم تقريبا من 3 دور بس كل دور منهم كان ارتفاعه عالي تقريبا كان عامل زي المصنع او منشاعة حكومية وكان المبنى الغريب ده على بعد حوالي 60 متر من الصور حوالين المبنى ده ما كانش فيه اي حاجة تانية مجرد بس مساحة فاضية او منطقة مفتوحة كبيرة زي الملعب وحواليها صور والمبنى الكبير ده كان فيه منتصف المنطقة دي ايفن مسك في الصور ده بيقديه وبقى يبص على المبنى ده بتركيز هو عايز يشوف المبنى ده ايه مفيش اي قفطة ولا اي علامة ولا اي كتابات كانت موجودة على المبنى او حتى حواليه ولا حتى شايف اي بشر في المكان ده او حواليه ما كانش فيه اي بواب او اي فرض احراسه كان باين انه مبنى مهجور والارض اللي حواليه فاضية ولاحظ كمان ان الابواب والنوافذ للمبنى ده متغطية بألواح خشب فباين ان المبنى ده ايا كان ايه هو انه مهجور تماما هنا ايفن ابتدت عينيه تلمع على المبنى ده واول فكرة جات في دماغه هي الخردة ايفن واخواته اللي اتنين حالتهم المادية تعبانة وعايش هو وامراته واخواته في بيت واحد علشان يجيبوا مصارفهم كان بيطلع هو واخواته اسرقوا الخردة ويبعوها اي حاجة معدن يلاقوها يسرقوها ويبعوها علشان تساعدهم على المعيشة فكان هو بيبص على المبنى ده وعمال يفكر اه لو دخلت المكان ده ممكن الاق فيه كنز من الخردة فضلي رائب المبنى ده الفترة من الوقت وبص على كل مكان حواليه لحد ما تأكد ان ما فيش اي حراسة او اي مخلوق موجود فيه فعلى طول رجع بسرعة للبلدة بتاعته وقابل اخواته الاتنين وقال لهم عن المكان ده اللي اكتشف فالحماسة خدتهم هم التلاتة يتسللوا للمكان ده بالليل ويقلبوه على الساعة تسعة بالليل اللي اخوات اتجمعوا وكمعهم كشفات يدوية وكم حتة عدة خفيفة على اساس يكسروا بيها اي افل او اي كلوم باب ومشوا وسط الغباب الليل لحد ما وصلوا للمكان ده اول ما وصلوا عند الصور الشبك المعدني مسكوا الكشفات بتاعتهم وابتدوا يتأكدوا ان الطريق امان وما فيش اي حد فلما اطمنوا ان الدنيا امان طلوا على الصور ده وعدوا الناحية التانية شقوا طريقهم في اتجاه المبنى الضخم ده وكان باين ان المبنى ده فعلا مهجور الشبابيك والابواب بتاعت المبنى كله كانت مقفولة تماما بألواح خشب وكانت مقفولة بطريقة محكمة جدا لدرجة انهم بالعدة الخفيفة اللي معاهم معرفوش يفتحوها فمعرفوش يدخلوا جوه المبنى ده بعد شوية محاولات فشلة انهم يكسروا اي باب او شباك قرروا الاستسلام خلاص مفيش اي فايدة ان احنا ندخل المكان ده ولو طولنا اكتر من كده هنا ممكن يتقبض علينا فحسوا بالاحباط ورجعوا تاني ناحية الصور علشان يخرجوا من المكان وهما في طريقهم للصور كانوا مسكين الكشفات بتاعتهم وبيحركوها يمين وشمال وفي اخر خالص الجنب اليمين من الارض دي حوالين المبنى لمحوا كوخ خشب صغير هما ما كانوش شايفين الكوخ ده وهما دخلين للمكان لان في الاول كانت عينهم مركزة على المبنى فلمحوه هما خارجين فواحد منهم قالوهم ما نشوف الكوخ اللي هناك ده فيه ايه قبل ما نعد الصور طالما رجلنا لسه جوه المكان ده فقالوا له ماشي يمكن نلاقي فيه اي حاجة مفيدة احسن ما نرجع وقدنا فاضي بدأ الاخوات التلاتة يشقوا طريقهم للكوخ ولقوا الباب بتاع الكوخ ده مقفول بقفل قديم مصدي فكان سهل عليهم بالعدة الخفيفة اللي معاهم انهم يخلعوا القفل ده بعد ما خلعوا القفل وفتحوا الباب كان باين في الاول ان الكوخ ده فاضي بس لما وجهوا الكشفات بتاعتهم ناحية الارضية لقوا سلم نازل تحت الارض كان شكل السلم في الضلمة مخيف جدا ودلوقتي خلاص دخل عليهم نص الليل وفي مكان مهجور وضلمة ومش عارفين ايه اللي مستنيهم في المكان ده حاولوا يشوفوا السلم ده بيودي على فين تحت لكن المكان تحت ضلمة جدا ومش شايفين اي حاجة فقالوا خلاص مش احنا جايين هنا مغامرة يلا ننزل كأننا بنتسلم وشجعوا بعض ونزلوا تحت اول ما نزلوا على السلم تحته وابتدوا يوجهوا الكشفات بتاعتهم ما بقوش مصدقين اللي شايفين كان مغزن او مستوضع ضخم جدا تحت الارض مليان بالخردة المعدنية الارض كلها عليها خردة وكان فيه ارفف على الحيطان عليها حقائب معدنية مربعة وكان فيه على الارفف دي كمان براميل كبيرة من الالمونيوم بالنسبة للاخوات التلاتة كانت البراميل دي كنز في نظره فكروني بعلي بابا لما دخل المغارة ويقول دهب ياقوت مرجان او المكان ده بالنسبة لهم كان زي مغارة علي بابا اول حاجة هيعملوها لازم يتأكدوا ان البراميل دي فاضية مش مليانة لان البراميل الواحد من دول لو مليان بالسوائل فوزنه لوحده هيعد متين كيلو وصعب انهم يخرجوا البراميل دي وهي مليانة لو فيها حاجة لازم تتفضل اول وبعدين انت ما تعرفش السوائل اللي جواها دي ممكن تكون مواد خطيرة او سامة فرحوا ناحية البراميل دي وخبطوا باقيهم على اول براميل فيهم فالبراميل صوته رن جامد وتهز معنى كده انه فاضي فبقوا فرحانين جدا ونزلوا البراميل ده من عرفه وفضلوا يضحرجوه على الارض لحد ما حطوه عند اول السل متاح على اساس يجمعوا اللي يقدروا علمني البراميل ويرفعوهم على فوق فرجعوا تاني للارفف وابتدوا يسحبوا من عليها براميل تاني بس يظهر ان البراميل التاني ده كان ساند عليه براميل مليان فلما شالوا البراميل التاني ده البراميل التالت المليان اختل توازنه ونزل على رجل ايفن وثبته على الارض الاخين التانيين على طول شالوا البراميل ده من عليها بس كان باين ان ايفن رجلت صابت بضرر كبير جدا لدرجة انه ما كانش قادر يوقف على رجله بصوا كده البعض وهم صعبان عليهم يمشوا ويسيبوا المكان ده بس خلاص اخوهم اتصاب ولازم يتعالج فلازم ياخدوه ويمشوا فقالوا خلاص احنا كده عرفنا المكان ده وعرفنا ايه اللي فيه واتفقوا ان بعد ما اخوهم رجلت خف يرجعوا كلهم تاني للمكان ده المهم برضو كان صعبان عليهم يمشوا وقديهم فاضي فلموا شوية قطعة معدنية صغيرة وحطوهم في جيوبهم وشال اخوهم اللي رجلت صابت وطلعوا بيه على السلة وبعد كده الله اعلم بقى هم وتصرفوا ازاي وعدوا بيه من على الصور المهم نجحوا في الاخر انهم يرجعوا بالبيت وسبوه يريح وينام في صباح اليوم ده كان ايفين كان فاكر ان حالة رجله هتتحس لكن الصراحة رجلت ضهورت اكتر وبقى الالم بتاعها فضيع جدا طبعا هو حالته المادية على قده ومش حملة يدفع اي فلوس في المستشفيات فقال طب ما استحمل شوية اخد مضاد دحاية وياخد مسكن يمكن تخف من نفسها لكن بعد 72 ساعة تقريبا رجله ورمت وبقت حالتها اسوأ واسوأ والالم بتاعها خلاص ما عادش يقدر يستحمله فغصب عنه خل اخواته ينقلوا المستشف الدكتور في المستشفى سأله ايه اللي حصل لرجلك فايفين قاله كنت بجمع حطب من الغابة ووقعت شجرة على رجلي اصل هيقول للدكتور ايه كنت بسرق مستودع خردة فالطبيب صدق كلامه لان باين من شكل الاصابة ان حاجة ايه لويعت على رجله بعد ما عملوله الاشعاية والتحليلات اللازمة ما كانوش عارفين يعالجوا رجله بقوا مش فاهمين ليه رجل الراجل ده مش عايزة تخف رغم كل الادوية والعلاجات اللي بيدهاله رجليه بقت حالتها تتضهور اكتر واكتر والالم بقى يزيد ويبقى اسوأ واسوأ ورجليه عمله تورم اكتر والصحيته بقت في النازل وفضل على الوضع ده حوالي 10 ايام لحد ما الدكترة دخلوا عليه غرفته ولقوا ميت وجالوا فشل في الكليتين بتوعه الدكترة والممرضات ما عندهمش اي فكرة الراجل ده مات ازاي عمرهم في حياتهم ما شافوا حالة مرضية زي دي معقولة في حد رجليته اتصاب يجيله فشل كلاوي فقالوا لأسرته احنا حاولنا لعالجه لكن احنا مش عارفين مات ازاي فالأسرة خدوا جثته ودفنوها وعملوله جنازة بس بقوا مستغربين هو مات ازاي كده علشان بس حاجة واقت على رجله وبعد كده يجيله فشل كلاوي حاجة غريبة جدا لكن بعد كده بتدت تحصل احداث غريبة في البيت عندهم الكلب بتاع العيلة لقوه ميت مرة واحدة رغم ان الكلب ده سنه صغير وصحته كانت كويسة فمات هو كمان زي ايفن من غير اي سبب وفي صباح احد الايام ابن زوجة ايفن اللي عنده 13 سنة ابن زوجته دي معناها ان ايفن اللي مات ده مش ابوه ده كان زوج والدته المهم الولد الصغير في اليوم ده الصبح نزل للطبق اللي اسفل من البيت ومن بعدها ابتدى يشتكل عيلته ان في علامات غريبة ظهرت على اديه فلاقوا ايدي الولد فيها نقط حمره ودمامل كأن الولد حطت ايده في النار او حاجة شبه كده فقالولو يا ابن انت مسكت ايه ولا لعبت في حاجة خطيرة ولا دلقت حاجة على ايدك فقال لهم لا انا معرفش انا لقيت ايدي كده مرة واحدة فجريوا بالولد على المستشفى والدكاترة سألوه انت مسكت ايه ولا لعبت بايه يا ابني فقال لهم برضو معرفش انا لقيت ايدي عاملة كده بعد حب الدردشة مع الولد الصغير ده قالوهم ان من يومين كان بيلعب في الحاجات بتاعت زوج والدته ايفن وكان بيلعب في صندوق العدة او الادوات بتاعت زوج والدته ابتدى هنا الاطبائي لحظوا ان العيلة دي بتحصل فيها حاجات مريبة اول حاجة كانت وفاة ايفن اللي ملهاش اي تفسير بعد كده كلبهم اللي مات فجأة وبعد كده الولد الصغير اللي فيه حروق غريبة على ايده فقالوا لا اللي بيحصل ده مش طبيعي ولازم نبلغ السلطان في نفس اليوم ده جات بصرع عربيات من الحكومة ونزل منها افراد لابسين بيدا الهزمة اللي هي البيدا للعزلة ولابسين اقنع واقع وطلبوا من سكان البيت انهم يخلوا البيت فورا حفاظا على سلامتهم وطلعوا الادوات والمعدات بتاعتهم ودخلوا منزل للعائلة لحد ما وصلوا بالمعدات واجهزة القياس اللي معهم لسندوق العدة بتاع ايفن اللي الولد الصغير قال انه كان بيلعب فيه كل اللي كان في السندوق ده شقية عدة عادية جدا مفكات على مفاتيح على شاكوش كل ده ما كانش مهم بالنسبة له لكنهم خرجوا من السندوق قطعة معدنية شكلها غريبة كانت القطعة دي من ضمن القطعة اللي حطها ايفن في جيبه لما كان بيسرق المستودع هو واخوته وكان ابن مراته وهو بيفتش في جيوبه بعد وفاته لقى في جيب الجاكت بتاع زوج والدته القطعة الغريبة دي فخدها بأيديه ونقالها في سندوق العدة بتاع ايفن ايفن وعائلته ما كانوش يعرفوا ان القطعة المعدنية دي خطيرة جدا لانها ما كانتش جاية من مغزن ولا مستودع خردة مهجور عادي دي كانت جاية من منشاعة مهجورة لتخزين النفايات النوية وهو ده المكان اللي تسلل ليه ايفن واخواته علشان يسرقوه لما التلت اخوات نطوا فوق الصورة علشان يدخلوا المكان ما خدوش بالهم من العلامات التحذيرية اللي كانت على البوابة الامامية للمكان ولما نزلوا للمستودع تحته شافوا حقائب معدنية مربعة دي ما كانتش حقائب دي كانت دروع او اوالب من معدن الرصاص وكانت بتحتوي على قطع معدنية مشاعب داخلها علشان ما تخليش الاشعاع بتاع القطع دي انتشر لمسافات كبيرة خارج المستودع البرميل اللي وقع من على الرف على رجل ايفن هو مش بس وقع على رجله ده وقع كمان على قالب من اوالب الرصاص دي وقصره ولما تقصر قالب الرصاص خرجت منه قطع معدنية مشاعب ايفن واخواته هم خارجين من المستودع لموا في جيوبهم حبة خردة معظم الخردة اللي حطوها في جيوبهم دي ما كانتش ضرب لكن ايفن جات ايده على القطع المشاعة اللي طلعت من قلب الرصاص المقصور وحطها في جيب الجاكت بتاعه وهو كان فاكر انها حتة معدن عادية وخرج هو واخواته ونقلوه على البيت والقطع دي في جيب الجاكت اللي لابسه وطبعا رجله كانت متصابة فخدوا وقت طويل جدا علشان ينقلوا البيت طوال الوقت ده والاشعاع خارج من القطع دي ومختار الجسمه عقبال ما وصل البيت كان خلاص يعتبر نظريا ايفن كان ميت بالتسمم الاشعاع لان جسمه خلاص خد جرع عالية جدا من الاشعاع من القطع المشاعة دي اللي كانت في جيبه وكانت لازقه طول الوقت ده في جسمه لما ايفن روح بيته وخلع الجاكت وكان لسه فيه القطع دي الجو كان برد والكلب بتاعهم كان بيحب ينام على الجاكت بتاع ايفن فالكلب كان نايم فوق القطع المشاعة دي فرحميت على طول وابن مراته اللي لقى القطع دي في جيبه ونقلها بأيديل صندوق العدة الولد الصغير تصب حروق في ايديه فالاعراض دي كلها اللي ظهرت على العيلة خلت الدكاترة يشكوا انها حالة تسمم بالاشعاع علشان كده بلغوا السلطات لحد ما بعتوا فريق متخصص وطلعوا القطع المشاعة دي من صندوق العدة في خلال الايام اللي بعد كده الولد الصغير هيتعافى من قصار الاشعاع وحتى اخوات ايفن كان عندهم اصابات خفيفة من الاشعاع هيخفوا منها لكن بعد كام شهر من وصول السلطات لبيتهم وتأكدهم ان المنزل بقى خال من الاشعاع جدتهم اللي كانت صحتها كويسة جدا وما كانتش بتشتكي من اي امراض ماتت فجأة لكن مفيش اي دليل طب يثبت انها ماتت من الاشعاع لكن السكان في البلدة بيشكوا انها ماتت من الاشعاع وده يسيدي موقع المستودع على خرائط جوجل اسمه مستودع تاميكو للنفايات المشاعة في 2017 كان بيرنارد جور اللي عنده 71 سنة وكان على المعاش وكان عايش في تيسمانيا وهي احدى الجزر الاسترالية في شهر يناير من السنة دي اللي هي 2017 قرر هو الزوجته انجيلة اللي عندها 50 سنة انهم يزوروا بنتهم في مدينة سيدني باستراليا وهما مش اول مرة يزوروا فيها بنتهم في سيدني كالعادة في كل زيارة لما بيروحوا لبنتهم اول يوم بعد السفر بيقضوا اليوم الاول كامل في منزل بنتهم والتاني يوم الام بتنزل بدري لوحدها بتلف وتتمشى وتتسوق في مدينة سيدني وبعد كده زوجها بيرنارد بينزل من بيت بنته ويقابلها في مول مشهور عندهم في سيدني اسمه واستفل وهو وزوجته في المول يتغدوا ويتمشوا فيه في يوم 5 يناير بيرنارد وانجيلة وصلوا مدينة سيدني وزي ما بيعملوا الروتين بتاعهم في كل زيارة لبنتهم قضوا اليوم الاول في بيت بنتهم وتاني يوم الام رحت المول علشان تتسوق وقبل ما تمشي من المول كانت مأكدة مع زوجها انه يقابلها ويتغدوا سوق الستة خلصت الشوبنج بتاعها في المول وبصت في ساعتها لقت خلاص ان وقت الغداء كان جه ولازم تروح بقى لقاعة الطعام في المول علشان تقابل زوجها المهم نقت الترابيزة اللي عجبتها وقعدت تستنى عليها فضلت تستنى شوية لكن هو لسه مجاش بصت على الناس حواليها وكانت قاعة الطعام زحمة جدا فكان صعب عليها انها تشوفه فقالت تسلي نفسها شوية وجابت المينيو بتاع الاكل وفضلت تنقي وتختار الغداء بتاعها هي وزوجها بعد ربع ساعة هو لسه برضو مجاش مسكت تليفونها واتصلت على زوجها مردش عليها اتصلت عليه تاني برضو مردش لحد ما عد ربع ساعة على الوضع ده فالستة حست بالإحباط وقالت في بالها يمكن زوجها تاه في المول او مستنيها في مكان تاني فلغت الغداء وقامت مما كانها تدور عليه في المول وتلف شوية في المول وترجع تاني لقاعة الطعام تشوفه جيه ولا لا لكن بعد نص ساعة من اللف عليه ملقتهوش ابدا في اي مكان في المول فقالت شكله كده منزلش اصلا من البيت او رحت عليه نومة علشان كده هو ما بيردش فقررت انها ترجع بيت بنتها وتشوفه هنا وهي في طريقها للبيت كان في فكرة مرعبة في دماغها لا يكون خرج من البيت وتاه بره في اي مكان للأسف التطور الاخير لحالة بيرنرد ان ابتدت تظهر عليه علامات الخرف وكان واضح انه ابتدى ينسى حاجات كتير فالستة فكرت في الموضوع ده وكانت مرعوبة جدا جريت على بيت بنتها واول ما وصلت سألتها عنه فقالت لها ما عرفش هو فينا نصحت من انهم متأخر ملقتهوش في البيت فقلت هو معاك بره لكنهم قالوا يستنوا شوية يمكن هو يرجع من نفسه للبيت لان ما فيش اي مكان تاني هيروحوا في المدينة غير بيت بنته فضلوا مستنينه ست ساعات وهو لسه مجاش وكانت الساعة بقت 8 بالليل فما كانش قدامهم غير الاتصال بالشرطة والابلاغ عن اختفائه الشرطة خدت البلاغ منهم واتصلت بفريق امن المول علشان يشوفوا الراجل ده راح فيه ففريق الامن فتش عليه في المول كله وفتشه في كاميرات المراقبة بتاعته بس قالوا للشرطة ملقناش اي قصر نهائي للرجل ده رغم ان المول ده مليان بمئات الكاميرات اللي بترائب داخل وخارج المول بال24 ساعة يعني المفروض كده ان كل شبر في المول مضغط بالكاميرا بس ملقوش نهائي الراجل ده ظهر في اي لقطة في اليوم ده الشرطة خدت المعلومات دي من فريق الامن وبلغت انجلا وقالولها فريق الامن في المول بيقول ان بيرنارد ما ظهرش في اي تسجيل كاميرا فمعنى كلامه من الراجل ده ما دخلش اصلا المول مراته قالت له مستحال انه ما دخلش المول ما هو يا اما هيبقى في بيت بنته يا اما هيبقى في المول ما فيش اي اماكن تانية هيروحها في سيدني لوحده غير المكانين دول فالشرطة سألتها طب هو بيعاني من اي امراض فقالت له منه بيعاني من الخرف ولو هو ويعف ومشكلة انه تاه مثلا ما بيروحش لاي مكان ويفضل قاعد في مكانه ويطلب من اي شخص معد يقابله انه يساعده علشان اسرته تيجي وتلاقيه في مكانه فالمعلومة دي خدتها منها الشرطة وبدأت توسع دايرة البحث عنه وبقى يدوروا عليه في جميع المناطق اللي على مسافة قريبة من المول بنت الراجل ده خرجت من بيتها في اتجاه المول على اساس ممكن تلاقيه ابوها ففضلت تفتش عليه في الطريق ده لحد المول وتشوف يمكن فيه حاجة لفتت انتباهه في السكة محله ولا مكان عجبه وقاعد فيه لكن خلاص الوقت اتأخر والمحلات بدأت تقفل فرجعت بيتها وهي محبطة ومفيش قدامها غير انها تستنى نتيجة بحث الشرطة عن والدها لكن في صباح اليوم اللي بعده الشرطة ملاقيتش اي اثر ليه وفضل الوضع على كده 3 اسابيع بيدوروا على الراجل ده ومش لقينه كأنه تبخر من الدنيا بعد 3 اسابيع دول من اختفاء بيرنرد وفي يوم 27 يناير كان فيه عمل صيانة في مول او مركز وسط فلد التجاري كان ماشي في الممر الوحيد المخصص للموظفين الممر ده بالزبط عامل زي النفق ملوش اي نوافذ هو عبارة عن طريق من الاسمنت لافف حولين المول كله بحيث ان اي موظف او اي عامل اتحرك من خلاله داخل المول بسهولة بدل ما يمشي وسط زحمة الناس المهم العامل ده كان ماشي في الممر اللي تقريبا كان نادرا لو حد ماشي جوه العامل ده لمح في اخر الممر حاجة عاملة كأنها ادوات نظافة او معدات صيانة فبقى مستغرب مين العامل ده اللي يسيب المعدات بتاعته هنا فحس انها حاجة مش منطقية في البداية كانت الرؤية مش واضحة بالنسباله لان الاضاءة في الممر ده كانت ضعيفة شوية لكن لما قرب اكتر واكتر وقف في مكانه وهو مصدوم وبعد كده جري على اقرب مخرج وبلغ رؤساه في الشغل وهما بلغوا الشرطة في يوم 6 يناير اللي هو اليوم اللي مفروض بيرنارد يقابل فيه انجلا في قاعة الطعام في المول بيرنارد بالفعل مشي من بيت بنته وراح المول لكن الموظفين اللي راجعوا الكاميرات للأسف بصوا في عدد قليل من الكاميرات لان في المول ده فيه مئات الكاميرات فكان صعب عليهم يراجعوها كلها ففاتتهم لقطة مهمة جدا لبيرنارد وهو بيغادر قاعة الطعام هو تقريبا جيه بدري قبل ما زوجته توصل للقاعة فتقريبا اتخنق من الانتظار وقام من مكانه وهو مرتبك وشق طريقه في اتجاه الباب اللي بيودي المخرج الطوارئ وفتح الباب ودخل منه وقفل وراه واستفل دي سنتر مول مش مول عادي ده مول ضخم جدا المول ده من 6 دوار وفيه حوالي 300 مطجر ومطعم فيه جزء من مساحة المول ده الناس ما بتبقاش شايفاء اللي هي شبكة الممرات اللي خلفه ابواب الموظفين وابواب الطوارئ زي بالزبط الممر اللي دخل منه بيرنارد الممرات دي طولها حوالين المول حوالي 13 كيلو متر يعني 13 ألف متر الممرات دي عبارة عن أنفاق دايقة من الخرصانة وملهاش أي نوافذ وبتدور حوالين المبنى كله الممرات دي عاملة زي المتاهة لو شخص غريب دخلها غير العمال والموظفين هيفضل يلف حوالين نفسه ومش هيعرف يطلع منه بيرنارد لما دخل الممرات دي وقفل باب الطوارئ وراه علشان يرجع يقابل زوجته تاني في قعة الطعام لازم يمشي في الممرات دي في الاتجاه الصح للخروج من المول وبعد ما يخرج من المول يدخل تاني من ناحية البوابة الرأسية والمخرج اللي هيطلعه برة تحتيب كذا دور وعلشان يوصلوا لازم يتبع العلامات الموجودة على جدران الممرات وبعد كده هينزل دورين ويدخل في ممرات تانية عاملة زي المتاهة وهيلاء كذا باب ولازم يشوف أنهي باب فيهم هيطلعوا برة حاجة كده شبه لعبة باكرومز تطلع من غرف وممرات تدخل في غرف تانية وممرات تانية متاهة فلو شخص غريب دخل المتاهة دي وعقله واعي هيعرف يخرج منها بس بعد ما يطلع عينه شوية فما بالك بقى واحد عنده 71 سنة زي بيرنارد وعقله مش واعي وعنده خرج فهيحصله ارتباك ومش هيعرف هو دخل المكان ده ازاي وهيطلع منه ازاي وإيه اللي جابه هنا وما عندوش التركيز اللي هيخليه اتبع العلامات دي كلها علشان يخرج نفسه من المتاهة دي ففضل بقى يمشي في المتاهة دي وفيه ابواب كتير مقفولة ما بتفتحش غير بالمفاتيح الخاصة اللي بتبقى مع الموظفين وابواب كتير ما فيش عليها اي علامات فكل ما المسكين ده يفتح باب علشان يخرج منه يلاقيه مقفول ويمشي ويلف في ممرات ويطلع وينزل سلالم ويلاقيه برضو ابواب مقفولة اكيد فضل يسرخ او يزعق علشان حد يسعر لكن صوته محدش هيسمعه وسط الجدران الاسمنتية دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذه لو فيه موظف او عامل ماشي بالصدفة وشافه في الممرات دي بس علشان الممرات دي نادرا لما حد بيستخدمها فما فيش حد لقاها علشان يسعر زمان كانت الممرات دي بتتفتش من الامن لا يكون حد من الناس دخل فيها بالغلط وتاه لكن تقريبا الامن مع الوقتة معادش بيهتم بتفتيش الممرات دي غير كمان ان ما فيش فيها اي كاميرات مرأب وشبكة الموبايلات فيها وقعة علشان كلها جدران من الاسمنت اكيد الراجل ده كان بيحاول اتصل من تليفونه على مراته علشان تنجده او اي حد تاني ينجده لكن ما فيش شبكة وهي بتتصل عليه برضو ومش عارفة توصله الراجل ده تقريبا فضل لساعات وايام يلف لوحده في الممرات دي ومعرفش يخرج منه فاخر متاع بيكتشف ان فيه كرسي موجود في اخر ممر منه وزي ما هو متعود لما تجيله حالة الارتباج دي يقعد في مكانه لحد ما يجيله حد ينقذه ففضل بقى قاعد على الكرسي ده عقبال ما حد يجي وينقذه وفضل مستني ومستني لحد ما مات وهو قاعد على الكرسي وفي 27 يناير اكتشف عمل الصيانة جسده بعد وفاة وقدرت المول قالت انها عملت تغييرات جزرية في نظام الامن الخاص بيهم وانهم هيخلوا بالهم اكتر من الناس الموجودين داخل المركز التجاري وبس والحد النقطة دي وصلنا الاخر حلقتنا مش هوصيكم بقى لو الفيديو ده عجبكم تدعموه بلايك وشير من كل اكاونتاتكم على مواقع السوشيال ميديا ومن هنا لحد ما تنزل تحميلات جديدة او قصص جديدة اشوفكم على الف خير وقال لكم مع السلام